عاجل؟ فيديو لحظة الأبض على مصريين أقباط بتهمة حيازة سور دينية قام جهاز الحرس البلدي ببنيغازي بليبيا بالأبض على مصريين أقباط بزعم أنهم يحملون منشورات وسور دينية تم إدخالها في منتجات قادمة من مصر وهم بذلك يدعوا إلى التنصير رغم أنه من المعروف أن المسيح بيحتفظ بسور دينية كما أن المسلم بيحتفظ بأدعية دينية وأوضح جهاز الحرس البلدي ببنيغازي أنه حول المصريين الأقباط إلى وزارة الداخلية والأمن الداخلي بليبيا للتعامل معهم واعتقالهم وكتبت الصفحة الرسمية لأخبار المنطقة الشرقية بليبيا نحن ضد خليفة حفتر وأبنائه وهذا واضح للجميع ولكن أي حاجة ضد الإسلام والمسلمين خط أحمر وأن هذه السور الدينية مرفوضة من الإسلام وقد استنكر المحامي هاني رمسيس اعتقال الحرس البلدي ببنيغازي مصريين أقباط عصر معهم على السور الدينية مسيحية وهم بذلك يدعون إلى التنصير كما يزعمون وقال الطبيعي يتم ترحيلهم لبلدهم ويحكموا في بلدهم والطبيعي أن يتم التعامل معهم تبقى للقانون الدولي وأن أي اعتداء عليهم هو جريمة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى النيابة العامة الليبية مخطبة النيابة العامة المصرية لترحيلهم لأن الجريمة تثبت بالأدلة وكافة أنواع القرائن وليس بالكلام المرسل وعلى الجميع الالتزام بصحيح القانون وقد طالب المحامي هاني رمسيس من وزارة الخارجية المصرية التدخل السريع لإنقاذ هؤلاء العمال ومتابعة الإجراءات القانونية التي تتخذ معهم أخيرا في انتظار تعليقاتكم ودعمكم للقناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركوش وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة للقناة ترجمة نانسي قنقر